بدءاً من تزويد النظام بإحداثيات المدارس والمشافي والمنشآت الحيوية في المناطق الخارجة عن سيطرته وصولاً إلى تمويله مالياً بشكل مباشر اتهمت الأمم المتحدة مراراً بالتواطئ مع النظام السوري في حربه على الشعب منذ أكثر من عقل من الزمن صحيفة تاكش بيجل الألمانية تنشر تقريراً يكشف الطرق والآليات التي استطاع من خلالها قادة ميليشيات ورجال أعمال تابعون للنظام السوري من بينهم فادي سقر وسامر فوز ونزار الأسعد الخاطعون للعقوبات أن يستفيدوا من المساعدات الأممية المقدمة لسوريا يكشف التقرير أنه فقط في عامي 2019 و2020 ذهب نحو 140 مليون دولار من برامج مشتريات الأمم المتحدة إلى الموردين ومقدمين خدمات المصنفين على أنهم موالون للنظام وهذا المبلغ يتوافق مع ما يقرب من نصف مجمل أوامر صرف الأمم المتحدة بينما تلقت شركة أمنية منسوبة إلى ماهر الأسد أكثر من مليوني دولار من الأمم المتحدة فيما حصل رجل الأعمال سامر فوز على 25 مليون دولار من الأمم المتحدة رغم رائحة الفساد التي تغط مؤخرا في عمل الأمم المتحدة بسوريا إلا أن الصحيفة الألمانية تقول إنه لا فائدة من جميع آليات الرقابة إذا كان كبار مسؤولي الأمم المتحدة يحتفظون بعلاقات شخصية وثيقة مع النظام فعلى سبيل المثال أطلق موظفهم نظمة السحة العالمية في دمشق نقوص الخطر لأن رئيستهم أكجمال ماكتي موفا قيل أنها أفسدت العديد من أتباع الأسد بهدايا باهظة الثمن أنا جدًا أن أكون جميعاً من هذه الأمم المتحدة التي يمكن أن تغطيها المتحدة